مسايد. عشان عمل لك سندويتش كمينا. ماشي? هل حطي اللبن? لو تقيل عليك خلينا صبنا. لو أريد أن أضعه فقط سوف أغزب عني الكثير. لن أستطيع أن أضعه كمينا لكي أضع عصن الخضر. أضع عصن الخضر لكي أضع العصن. هاتي ده لحسا نتبال مرجعي تاني في العيبة يلا هاتي القهوة هاتي المكنة وهاتي القهوة بس بتاني القهوة خلصت نجيب بقى نجرب اللي بالكراميل ولا ايه؟ نعم نره هاني كده لا حلوين يلا حطي منها بقى اذا ده خلص حملة هولد بس ايه كده لونه ظلقي برجه شغي انا مش مقابل يوووو ماشي حال يوم حطيلي بقى ما حطتيش لديه سكر. اول حقا قصة من الوقت. ايش بصي قلت لك الغطيان نحطيها على ضهرها كده. عشان لو فيها اهوة من هنا او سكر ما تقعش على الترابيزة توسخها او النملي يجي لها فاهمة. خلي دايما الغطيان على ضهرها كده. يلا هاتي بقى. احنا لازم لما ننظف ننظف مكان بعدين احنا نكمل. هاتي في قطي ايوة كده اهوة على قطي. روبوا فوق. ممتازة ما شاء الله عليك. تفضل يقلبي. ايها. ايها هذه هاتي هاتي هاتي. هاتي اغسرها. حيب انقعها في ميا وهي زخنة كده. نعب طول. نقطعيه بقى لحتة الزيادة دي. وبعطيها جنبها. يلا نروح نفطر لا لا تشفيهاش اللي اصلا الصغيرة دي مش تقيلة يعني وسعيه كده قويس ان احنا بنكل على صنية هو ايه مردو حرامة ميسا والله حرام لا يهمك انا قلت لك باش ناكل هنا خالص معلش هننضفها ان شاء الله تنضف ماما عربي بس مني هنا ماما نعم انا اقول لك حالة اتفضل قبل كنه كنت قلت قوليلي انا بحيب اللون ايه قلت قلت لي مين فاشي قول قلت لي على طول اه بلاستر البني ده ايو ده هاتيه هاتيه عشان هاقص منها حتة مش هاخدها كلها على قد الحباية اللي طلعلي في بشي ماما 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 والحتة دي الورقة لا لا انا حقص من نص البلاستر عشان بصوا طلعها لي حباية هنا مش عارقة تظهرت مبارح كده فجأة مش عارفة والله ودي ماشي موجودة بس دي انا صحيت نمت وصحيت لقيتها وعملها راس بيضة وشكلها صعبة ايو هحطت لها بس حتة من البلاستر دي ما سهية لما اختارها لي الترحة النهاردة اهي عشان انا لابسة ابيض يلا هنحط البلاستر وننزل على طولها عشان ما يتأخرش بعد اذنك ليه انت وراك اي حاجة تعمليها في البيت يعني اه ورايا سارة طب ماشي يلا بيها حطت البلاستر اهو وخلصت نازليني يلا هلولو مستعدية المتصد دوني المتصد دوني ماهو المتصد داخل مونهو هنالك بطلب مونهو مونهو هل هم هذه الأشكال الموجودة هتختاري ولا مش عايزة أصلا ها هذه اللي حلوة قوي ودي اي لاف مام حلوة قوي برضو إن شاء الله ها جتعة أسولة حرص أنا عايز أجيب كلاج بس محمد جابر خدمة عمل ذلك يتوقون يبضي يلا بلا سأخطي النظارتي دي ماذا يا شايت أصبوري بس أشف الخضاء ايه الفضيان اللي في السور ماركت النهار ده دنيا فضية خالص اه بصوا بقى الشوكولاتة زي عايزة بريهالكم بالتسعة وتمانين جنيه شوكولاتة سبريد هلسي يعني شبه النوتيل لكده بس صحية المنتجات المكونات قصدي اللي عليها سكر ستيفيا وزيت جوز هند وكمان بندق طبيعي وملح طعام وفانيلين المهم ان هي معمولة بشكر ستيفيا وزيت جوز الهند وكاكاو وبندق فشايفها بديل حلو وصحي للناس اللي بتحب الشوكولاتة تسعة وتمانين جنيه تلتمية خمسة وسبعين جرام اسمها هلسي سبريد موجودة جنب النوتيلة والمنتجات كلها بسكوت السيدة ده حلو قوي في النوع ده لبه كام يا ربي السلوى بعشرة ونص الربع كيلو والنص كيلو بسبعتاشر نعم طيب ماشي فيه السلوى ده ده سبعمية وفانسسين جرام بيتحط في كارتونة كده حلو قوي وفيه بالشوكولاتة نعمل نجيب بقى السادة ده عايزين نجيب كوبايات آآ الله ده في صغير بصي انا جبت كبير تعالي نجرب دول كمان ماشي بصي ده حلوين قوي عشان نحط فيهم الايس كريم ان شاء الله لقا تعالي نجري بقى من الكسم ده عشان مش هنخلص هعادي بسرعة مساء يلا 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 غمطي عينيك وطلعي من الكسم ده يبا فا يلا ماشي وانا كمان هنا بقى كنا روحنا ما طولناش خالص في الفتحة اللي عادنا بتاع نص الساعة كده ورجعنا على طول انا اصلا كنت نازل رايحة مباردة العصفرة خدت نتيجة بتاعت التحليل بتاعت امبارح لان هي طلعت امبارح اصلا بس عشان قلت ايه نطلع عالصبح كده بدري اخدتها وطلعت على فتحة اللي على طول العجم يستار المهم اشتريت شوية حاجات جبت البسكوت السايدة اللي هو السلوى اللي انا ورته لكم في فتحة اللي نفسه وجبت شوية حاجات لزوم الايس كريم بقى ونعمل حلويات عايز اقول لكم ان احنا كل صيف مش كل صيف يعني من ساعة ما بدأنا الامتحانات وفي رمضان كمان كان مروان كل شوية لوبني ايس كريم بالذات وهم روح من الامتحان عايز ايس كريم ساعات اجيبوا ساعات لقى فقلت خليني بقى اعمل كمية حلوة كده في البيت ممكن تكفي معايا كم يوم ممكن اسبوع على حسب يعني المهم بقى جبت شوية حاجات دي مسكت عايزة نظارة عندها نظارتين شمس واحد ضعت منها ابل كده والتانية موجودة بس العدسات طارت منها جبنا لها واحدة لقيتها بخمستاشر جنيه مش عارفة بقى اماكن تانية تكون بتبيع نظارات احلى من كده ولا لا اخير فتح الله جبت كمان ربع بس ترمة كيلو بمية وخمسين جبت ربع بس وجبت الفلفل الحامي ده الكيلو بسبعتاشر جنيه جبت الطبق ده بتلاتة جنيه وخمسة وسبعين قرش تقريبا فلفل الحامي حلو قوي مش بكتر منه بس لازم بيبقى عندي يعني ايه شوية تحبيش كده على اي اكل وخلاص جبت كمان جبنة المتزرية اللي هي ملكي كان مكتوب في التلاجات ان النص كيلو بتلاتة وعشرين جنيه مش عارفة بصراحة هو ده استعر الحقيقي ولا ده ايه انا بقيتش اسدى الاسعار دلوقتي الحاجات دلوقتي غلية مش عارفة الجبنة فعلا غلية ولا لا هي بتتكون من لبن بقى ريوجاموسي وفيها طبعا نسبة زيت نخيل للأسف يعني فماشي بس كويس في جبن تانية بتبقى كلها نباتية الدهن ما فيهاش لبن اصلا جبت كمان اللي هو الكيوي اللي قيته باتنين وتلاتين تلاتة وتلاتين جنيه الكيلو جبت الطبق ده كان فيه هناك فكهة حلوة جدا بس انا زي ما قلت لكم بعد تخلص عن البطيخ والشمام دلوقتي مش هفكر فيهم جبت كمان البسكوت اللي هو الفريزكة حلوة جدا اللي بالعسل الطبق ده باتناشر جنيه فيه آآ خمس بسكوتات بس الخمسة يعني اتنين مع بعض محشيين فميه فيه منهم خمس كطع جول حلوة جدا جدا من الحاجات النظيفة قوي هي منتشرة في اسكندرية جدا بزاتها على البحر بس انا بحب اشتري الحاجات المغلفة منها جبت كمان دي البسكوت اللي هو الكون الصغير ده ده عارفين اللي بيبقى طالع شبه اللي في الكون بتاع الايس كريم بس ده تقريبا لونه كده زي ومحشي آآ كريمة بيضة او شوكاراتها بيضة قلت برضو لزون تزيين الايس كريم ده يبقى عندي ان شاء الله طول الصيف بقى يعني فاهمين ازاي مش بس ان انا جايبا مرة وخلاص لأ كل ما كنا عامل ايس كريم مسلا ازوق للولاد شوية بيه وخلاص على كده الكيلو منه كان بمية واربعين جنيه وبيبقى احطيتلك في اطباق كده بحيس انك تاخد الكمية اللي انت عايزها الطبق ده كان تقريبا بتلاتين جنيه في منه البسكوتة نفسها لونها شوكولاتة وفي منها العادية السادة وفي منها البسكوتة اللي لونها اصفر مصفرة كده ما عرفش ليه برضو بس في العموم انا قلت افتحه قدامك دولة عشان ادوقه اشوف طعمه هي الجوة تلعت شوكولاتة بيضة ما فيهاش اي حاجة البسكوتة نفسها طعمها حلو بس جبت كمان السوداني ده ده سوداني محمص جبته من العطارة في فتح الله عندهم ناي وعندهم محمص انا جبت المحمص الكيلو بتمانية وتلاتين جنيه قلت اجيب شوية كده عشان ممكن هستخدمهم في في تزيين الايس كريم قلت يعني يبقى عندي وخلاص وكده كده ايه هو محمص راح يتاكل جبت كمان خلطة كنور اللي هي احداشر بهار بالكتير بس معانها وناس كتير قوي بتشكر فيها بس بصراحة ما كنتش جربتها فقلت اجيب كم باكو كده الباكو بجنيه ونص مسا جبت العقد الحلو ده هي شبطت فيه فجبته لها قلت لها شيلين ان شاء الله ينفعك في الصيف او في العيد الكبير لان هي عندها فلما بيعجبها حاجة بجيبها لها بس بقول لها تشيلها يعني من باب ان هي تحافظ على الحاجة ما يبقاش عندها كذا كذا حاجة ومش عارفها قيمته جبت لكمان الصوص ده دي صوصات كده حلوة قوي اسمها بتتباع الباكو منها باتنين جنيه في منها بالكراميل وبالفراولة وبالتوت وحاجات كتيرة اوي فجبت الكراميل والفراولة والشوكولاتة انا ممكن اعمل في البيت صوصات بس بصراحة مش هضيع الوقت والوقفة في المطبخ على شوية صوصات يعني فقلت اشتري صوص الفراولة كمية اكبر لان هما ده اللي بيحبوه اكتر حاجة والباقي ممكن استعنى عنه عادي فقلت على سبيل التجربة كده اجيب التلات انواع لهم بيحبوهم الاول جبت كمان الصلصة بتاعت ودي فود حلوة جدا لونها كمان بصوا احمر طبيعي تحسوا كده احمر نبيتي في صلصة تحسوها نبيتي غمقة زي لون الفراولة اه بتحسوها مصبوغة مسلا او عليها حاجة فدي عجبتني جدا لان انا اصلا بحب حاجة ودي فود فعجبني العبوة دي هي امتين خمسة وسبعين جروم تقريبا وكانت عاملة اتناشر جنيه جبت منها عالبتين بما ان يعني الطماطم غالية صراحة انا مش متابعة سعر الطماطم دلوقت بس قلت هتسند معي مع الطماطم اللي عندي وجبت كمان الاكواب دي عشان اعمل بيها الايس كريم بصوا الاكواب دي جميلة قوي عارفينها بتاعت القهوة اللي بتترمى من استخدام واحد دي اه العشرة دول عاملين خمسة جنيه وربع من عند بتاع من عند فتح الله جبت كمان علبة دي بس مش هستخدمها معاكم دلوقتي هقول لكم هعمل بيها ايه وكمان جبت البسكوت السيدة ده على ان شاء الله امل كده ان احنا نعمل بيه حلويات ممكن على فكرة نعمل حلويات كتيرة جدا ببواقل بسكوت والكحك والحاجات اللي احنا مسلا آآ مش عايزينها او خدنا غرضنا خلاص من حاجة العيد فلو تبقى عندك طبق الولاد مش عايزين ياكلوه مفيش مشكلة ممكن نعمل بيه حلويات حلوة قوي نعمل لقعادة تدوير بس انا حاجة العيد بتاعتي بصراحة غلي علي لاني تعبت فيها جدا فحاسبها وقلت اجيب بسكوت سادة اعمل بيه حلويات كاسات بقى وحاجات كده بس باش النهاردة بس يبقى عندي يعني بحيس ان انا منزلش كل شوية اجيب طلبات وحاجات من دي بس كوت السلوة ده جميل قوي على فكرة بسبعتاشر جنيه ونص اللي هو نص كيلو خلاص نسيت اوريكم كمان الجلاش ده طازة جبته من قسم المخبوزات في فتح الله ما بحيبش اجيب المجمد بصراحة حلوة قوي الكيلو منه بخلاص عشرين جنيه والدول اكتر من نص كيلو حاجة بسيطة بس كده تعالوا عشان نلحق نعمل الغداء ونعمل حضرت شوية حاجات كده بسرعة عشان اعملها النهاردة الغداء حيبقى ساهل جدا ان شاء الله بازن الله اللفت الجلاش حقول تستغل لها بقى طالما هي لسه طازة قبل ما تتجمد ونقض نفك فيها ونجمد فيها حضرت بقى هنا اللانشون ديفي وحضرت كمان البسترمة اللي جدناها شوية فيه في الاخضر حامي لو حبين شوية زتون وكمان الهدج او السوسيس هاخد منه شوية يسلقهم مساء في المايكرويف وكمان اتجبنا المتزرلة برضو قبل ما اجمدها هاخد منها شوية خلاص هنعمل دلوقتي حشوة للجلاش هنعمله عطصة فطاير حلوة جدا مش تاخد وقت خالص سبيهو لي مسلا بتاعي ده الفطيرة هاتيها وحعمل منها حلوة وحادق تمام كده اي خضتيني بصبها هنا مطلعة ايه مطلعة فراولة ومانجا عشان خليهم يفكوا هنعمل منهم الايس كريم دلوقتي بقى حاجة كده بيتي وتحفة جدا جدا ان شاء الله هتعكبكم اوي تمام كده هروح بس افطر اكمل فطور بتاع اه ان انا جيت من بره يعني واشرب ماية كويس ونرجع نكمل بص بقى حضرت هنا ليا الفطيرة دي فاكرينها اللي كنا عملينها في العيد لقيت عندي اتنين سخنت واحدة وحط معاها عصير البرتقان اهو ده عصير البرتقان اللي كان عندي مبارح اتبقى منه شوية انا بصراحة بحب اشربه فريش بس بما انه فايد يعني اكيد مش هيترمى فهصبت منه الكوباية دي اهو هخلي مسلا حاول تشرب الباقي بقى معي بس هروح اكمل فطور بسرعة على ما الحاجات فك شوية ونرجع نشتعل مع بعض على طوي حضر اول الحاجة السوسيس وقلتلكم قبل كده ان انا لما بستخدمه بسلقه انا مش بكتر منه اصلا وتقريبا ما باكلش منه لاني مش بحب طعمه بس عشان الولاد ترضى تاكل يعني بحب انا وعليهم اكتر حاجة في الاكل عشان يرضوا ياكلوا بالذات الصيف داخل علينا والحر بيخلي اصلا الانسان الطبيعي اكلته ضعيفة وملهوش نفسي ياكل بيباعيز دايما نشرب مشروبه اعطي اكل ايس كريم مش عارف ايه الحاجات دي حطيته في مية وقلت اسلقه الاول مش هحمره انا بسلقه بس عشان ما يبقاش ناي تمام كده عندي حتة زبدة كانت فايدة عندي من حكت العيد وشغل الكحك وكده اخدتها هاخد منها حتة صغيرة هتشوفه دلوقتي هاخد حتة قد ايه عشان هنعمل الغداء الغداء هيبقى ورعا فطاير جلاش في الطاصة حلوة جدا يعني يجيبي لفة الجلاش بتاعتك وبدلا ما تعملي سنية الجلاشة التقليدية بتاعت العزومات والحاجات دي لأ اعملي بقى وصفة حلوة قوي وانتي واقفة على البوتاجاز هتعمليها هتاخد معاكي بتاع نصف ساعة مسلا وحتلي الاكل عند الجاز حطيت على الزبدة شوية زيت ودخلتها المايكرويف يدوب ساحت وحستخدمها انا دلوقتي حضرت حشوات الحدقة وهحضر حشوة الحلو لاني هعمل كان فطيرة على جنب كده حلوين بالسكر عندي هنا علبة الكاستر دي حلوة جدا على فكرة اللي هي بتاعت تاج الملوك اه جميلة قوي انا بجيب العلبة كده عشان تقعد معي فانا اكتشفت ان هي عندي فعشان كده مستخدمتش الكاستر اللي انا اشتريته النهاردة برضو مش هيخسر هسيبه مقفول زي ما هو انا هنا عيرت كوباية واحدة بس من اللبن يعني ربع كيلو لبن او ربع لتر لبن تقريبا حطيت عليه معلقة ونص من الكاستر السايب ده وحطيت علي معلقة ونص من السكر السكر ما كترتهوش قوي عشان اا تقدار يتحلي فطاير اللي حلوة بسكر بودرة في الاخر فانا هعمل حشوة بسيطة جدا من الكاستر عشان ما يفتش معي لاني مش بستخدمه كتير بصراحة هرفعه على النار لحد ما يتقل وهنا السوسيس كان استوى خلاص صفيته من ميته وحسيبه يبرد على جنب هنا بقى بصوا الكاستر ما شاء الله مسك قوامه حلو جدا والمعلقة ونص على كوباية لبن دار مناسب جدا يدوب غطيته بس في طبق عشان ما ينشفش مني وحدة اشتغل في الجلاش لفة جلاش ده ما قلتلكم نص كيلو اكتر حاجة بسيطة ستمائة ستمائة جرام وحاجة يعني هاخد اول حاجة لفة الجلاش هاخد ورقتين بس ورقتين لو في عندك حاجة متقطعة من الورق مش مهم مش هيجرى حاجة خلص الفطاير دي جميلة قوي يعني آآ خفيفة كده هتلاقي نفسك عايزة تعمليها كل يوم حطيت الورقتين ما بينهم آآ طبقة زبدة كويسة وحطيت كمان شوية جبنة هي الاساس عندي عشان آآ الحشوة تبقى حلوة كده مالي انا جبنة الطعي بقى اي حاجة عندك حطيت هنا لانشون بيفي زي ما قلتلكم حطيت كمان الزتون ممكن بقى تعملي كل واحدة بميكس من كل اللي انا اطلعته ده او ممكن تعملي كل واحدة بطعم مختلف يعني زي ما ولادك يحبوا بقى وحابدأ ان انا اقفل اللفة او الورقتين اللي معايا كأنهم آآ ظرف جواب حاجة زي كده حطيت بقى الاول طرف وثلس والتاني عليه بعد كده التالت بعد كده الرابع وما بين كل طبقة والتانية بدهن عشان يلزق مع بعض وما يتفكش مني على النار وعشان يورق مهمة قوي الدهن ده عشان يورق شايفين دي كده اول واحدة جبت اصنية فاضية بقى هحطها فيها وكمان بصوا لو في فتحة على فكرة هتتحط على النار الحشوة لا هيقع ولا هيحصل اي حاجة ما تقلقوش خالص غطيتها بس عشان لحد ما اشتغل ما الجلاش انت عارفين هو بينشف جبت ورقة تانية برضو حد هنها وحد هن ما بينها وما بين الورقة اللي عليها التانية يبقى كده انا بحط ورقتين بعمل بينهم فطيرة واحدة وعايز اقول لكم والله حجم الفطيرة الواحدة حلو جدا جدا يعني انت ممكن بني قدمة كبيرة كده تكلي منها اتنين هيشبعوكي جدا والله انا مبارح اتغديت بواحدة ونص بس يعني كلت فطيرة ونص في الغداء ده كان الغداء بتاعي ما اكترتش وما قدرتش اكل الاتنين على بعض كاملين هنا بقى بحط جبنة المتزارلة زي ما قلتلكم اي جبنة كمان عندك الجبنة البيضة العادية الجبنة الملحة الجبنة غير ملح عايز تحط جبنة قريش كمان تبقى صحية اكتر وتحط لها كم طعم كده رشة زعتر رشة نعناع رشة كمون وبابريكا رشة شطة بتبقى حلوة اوي الحاجات دي فأنتي هتوظفي للي عندك في فطاير جميلة جدا وبرده تنفع للعشة والفطار انا عاملها في الغداء بقى ما بقى لكم بقى الفطار والعشة هتبقى طحفة قفلتها زي ما انتم شفتوا كده بتبقى مربع واحدة تانية اهو عملتها بنفس الطريقة بس بالسوسيس لحد ما تقفلت معايا واحدة تانية اهو هعمل كل الكمية حدقة معادة اخر اربعة هعملهم حلو بصراحة يعني اقولت هوا الحلو يبقى كميته صغيرة كل واحد ياخد واحدة على قده بالنسبة بقى لحشوة الكاستر بصوا الكمية اللي انا عملتها دي هتكفي معايا تلت فطاير بس الاخيرة هعملها سيدة وحتشوفوها تطلع حلوة قوي برضو دي بقى بتتبع في آآ عند بتاع الفطير حلوة وبصراحة بتبقى طحفة عندهم بس لما تعمليها في البيت والله يتبقى حلوة قوي برضو ممكن كمان تحطي فيها نوتلا بقى لو عايزة انا ما حبيت بصراحة زود سعراته وحاجات ملهاش لازمة استكفيت بس بالكاستر اهو وزعت المعلقة اللي انا حطيتها على الفطيرة الواحدة ممكن بقى تحطي كمان شوية جوز هندس بيب شوية سوداني شوية مكسرات لو عملتها سيدة مش هتقول لها هتشوفو معايا دلوقت والسانة ما كترتش من الحلوة عشان الولاد عندي اصلا مالهمش في الكاستر ولا انا بصراحة بس يعني قلت ايه هندقها وخلاص يبقى كل واحد اخد واحدة وانتهينا يعني. وبتدهيني برضو لازم ما بين الطبقات لحد ما تقفل معاك بالشكل ده. اخر واحدة بقى خلاص الكاستر كان خلاص معايا. فبتقفلي الفطيرة كأن في حشو. اتخيلين في حشو في النص كده. وابدأ يقفليها عادي خالص وما بينها طبقات سامنة حلوة او زيت او اي حاجة بقى انت عايزة تستخدميها وبتبقى فاضية. دي بقى بتطلعيها من النار بتحطي عليها رشة سكر بودرة. وشوية لبن ساقع. هتطلع معاك احلى فطاير. هنا انا خلصت الكمية عملت معايا رفة الجلاش دي. سبعة فطاير حدقة. واربعة حلو زي ما شفته. بس كده. حبدأ بقى اخدهم على النار والله ما اخدوا وقت معايا خالص. آآ انا هسويهم على النار. تقدري تحطيهم في البوتجاز. على صاج الفرن كده. شغالي الفرن بتاعك. جيب الصينية بتاعتك. دهينيها رشة زيت بسيطة اوي. لان الفطاير دي مش مدهونة من علوشة خالص. هي كل الدهان اللي احنا دهناها كان من جوه تغليفة. فتدهيني الصينية بتاعتك عادي. رسي الفطاير دخليها كأنك بتسوي سنية جلاش بالزبط. نفس الوقت تقريبا يمكن اقل كمان هتاخد منك مسلا بالكتير او 20 ديئة في جوه الفرن. هتطلع معاكي حلوة اوي اوي. هنا بقى الجريل اللي عندي بصراحة استخدمتها عشان هتبقى كميتها اكبر يعني هتاخد مني وقت آآ قليل. فحطيت كده على كل واحدة اتنين. رشة الزيت البسيطة اللي حطيتها دي. هتحمر معاكي الفطاير حلوة اوي. هتبدأ بقى تلاقيها بتانتفخ حاجة بسيطة. عشان هي من جوة مورقة بسبب الزبدة. والنار تبقى متوسطة. ما تعلوش النار عالاخر خالص. خالص عشان ما تتحرقش بسهولة. ومن جوة كمان تاخد كده من الحرارة. فخلوا النار متوسطة. ما تهدوش النار كمان عشان تطلع معاكم فيها ارماشة بسيطة. اللي بيطلع بقى معايا بلاقي اخدوا ده لون من الوشين بطلعه خالص. واحط غيره. احط كمان بعد ما خلص الحادق ده كله. هحط الحلو كمان. بصوا لو فيه في اي فتافيت وقعت. او جلشة حرق. او اي حاجة شيلوا البواقي عشان ما تلزقش في الفطيرة الجديدة وتحرقها. اهو بصوا في كمان العشمال البيضة دي. اه دي اللي كانت مفتوحة مني اول واحدة عملتها وكانت فيها شقة كده. والله لا ساحت ولا في جبنة طلعت منها ولا اي حاجة خالص. ما شاء الله كلهم تلعوا ممتازين. بس كده كده خلصت الحادق. هحط الحلو بنفس التسوية. الحلو كمان ليمكن مش هيخد وقته اكتر ولا حاجة لان الحشو زي ما شفته بسيط جدا. والحلو ده عايز اقولكو بصراحة اتنسف. ما شاء الله. خلص قبل الحادق. اهو بصوا طلع معي ازاي? احلى حاجة بقى انك تسخنيه. تكليه سخن. لو كمية عندك زيادة وفاض منك. سخنيه قبل ما تكلي. هيطلع معيك توحفة. وكمان لو عملتي منه كمية اكبر من كده. يبقى عندك بقى في الفريزر متسوي. الولاد تسحب من نفسها كل يوم في الفطار ولا في العشا ولا انت تكون نايمة ولا اي حاجة لو ولادك يعني ما شاء الله فاهمين ومدركين مش الاطفال خالص. يسحبوا منه. هيطلع معاهم جميل قوي. يا دوب بس يسخن في المايكرويف. او في التوستر. هيطلع معاكم حلو ما شاء الله كأنه طازة. بصوا جبنة. جميل جدا. اهو. اديتكم لقطة تانية كده عشان تشوفوا اللون فعلا من اساسه. على ما صورتلكم لقطتين دهول كان الحلوة على النار. واخد لون بزيادة بس مش مهم تلع تحفة. اهو بصوا بقى عمال اقلب فيه. يا دوب اخد اللون من عن ناحيتين خلاص هطلعه. الحلوة بقى بقى حيتكل ازاي? لو عايزان ايشوف زي ما هو كده مفيش مشكلة. بس انا بصراحة حبيت ان انا اه حطي له رشة سكر بودرة. لان الحشو مش محلي. يعني مش محلي خالص بصراحة. حطيت رشة سكر بودرة وحطيت عليه لبن. اللبن حطيته ساقع عشان الفطيرة كانت سخنة. طبعا بتقطعهم ربعات كده زي اللي بيجي لنا جاهز من بره. اللي بيجي من بره ده بقى بيبقى غرقان نوتيلة على بندق على فواكه اه انا ناسو خوخ ومش عارفة بيبقوا حطين عليه كمان اي بندق كتير قوي قوي. فطبعا عندك الامكانية تعملي عملي. انا ما عملتش اي حاجة من دي. هو اللبن وشوية السكر البودرة. واخدت الطبق ده قبل ما تغدى. بصراحة عجبني جدا. بس. جربوا الفطير دي قلولوا رأيكم لو انتم بتنفذوها اصلا عارفين الطريقة. الف هنوشف عليكم يا رب. تعالوا بقى ندخل على الايس كريم. انا بعد ما خلصت كل ده طبعا اه يعني اصلا باباهم جابدري النهاردة ومروان كمان خلص امتحانات وجابدري كل يوم بيجي في معاد شكل عشان الامتحانات مش كل يوم في نفس المعادة. على حسب ما المدرسة بتطلعهم بقى. اه هنا بقى المنجا والفراولة اللي انا كنت امطلعهم يفكوا لسه فيهم سن التجميد بس داخلين في فك نهي. المنجا قطعطها وهي متجمدة كده. وحابدأ اخدها على الكبة. انا عندي جاهز الايس كريم واريت لكم السنة اللي فاتت حلوة قوي على فكر بس كسلت اطلعهم النهاردة. حطيت مع علقتين سكر بودرة مع المنجا عشان تبقى متحلية. لو استخدمتوا الفكهة زي ما هي هتطلع حلوة كل حاجة بس هتحسوا ان الايس كريم عادب شوية. فنعادل الطعم عشان يبقى مزبوط ونحط له شوية سكر كده. يدوب ضربة المنجا بقت زي ما انتم شايفين حلوة قوي. طبعا النتيجة دي مش هتاخديها غير لو المنجا متجمدة. لو المنجا عندك فكة قوي بزيادة ومنزلة مية كتير هتنزل زي العصير التقيل. الفراولة نفس الكلام هاخدها. بصوا الفراولة بتاعة اخر الموسم. بتبقى صغيرة وحمراء دم. صراحة. بتبقى حلوة اوي احلى من بتاعة اول الموسم. حطيت عليها السكر. وضربتها بنفس الطريقة. لحد ما بقت كده. ولقلتها في طبق وخلاص. هنا بقى تقدروا تشيرها في الفريزر. رجعوها بس. لحد ما نخلص هنعمل ايه في الايس كريم بقيته? عشان ما تسحش قوي وتنزل مايه. هنا بقى انا حضرت العجان بتاعي. وجبت كمان ربع كيلو من بودرة الايس كريم اللي عند العطار. انا جبتها من محل بتاع خامات حلوانية. وانا في الكيلو واحد وعشرين لما كنت بجيب النتيجة الصبح. اه في محل هناك اسمه الحرم. الناس ممكن تكون عارفة. ما شاء الله مشهور قوي بتاع خامات حلويات. بجيب منه كل حاجتي بصراحة حلوة جدا. فسألته على بودرة ايس كريم بصراحة الواحد اللي لقيت عنده. لان سألت عند عطارين كتير قالوا لي لأ لسنا ما جاتش. فجبت ربع كيلو بعشرين جنيه بتعم الفانيليا. في بقى منه بالمانجا والفراولة وكل حاجة. وسأنا جبت الفانيليا يبقى اساس سابت لان انا اللي هحط النكهات. هنا زودت مية ساقعة من الكلدير عشان تبقى ساقعة قوي. حطيت كباية ونص من المية الساقعة وحطيت عليهم الربع كيلو سبت شوية سويرين لعل لو عسل قوام يبقى خفيف اتقل بيهم في الاخر. وحطيت لبن بودرة. ممكن طبعا تستغني عن المية خالص وتحطي لبن سائع من التلاجة. بس انا حطيت مية بصراحة ولبن بودرة والكريمة اللي انتو شفتوها دي. هو بودرة الايس كريم. البودرة الايس كريم دي عايز اقول لكم ان هي متحلية. عشان اتفكروش ان هي عدبة فتحطوا لها انتو سكر. لا هي فيها السكر بتاعها. ضربت بقى على سرعة عالية لمدة عشر دقايق. ما شاء الله طلعت معي كمية حلوة. القوام بتاعها حلو جدا. آآ بودرة الايس كريم الميزة اللي فيها ان هي فيها المطة. انا الاول كنت بعمل الايس كريم كل سنة معاكم وكمان قبل ما اصور القناة والكلام ده باعمله دايما بودرة الكريم شنطية. بيطلع معي حلوة قوي على فكرة بس قلت بقى مرة دي بصراحة اجرب الايس كريم. عشان آآ بيطلع فيه المطة وطعم الايس كريم الحقيقي وكل حاجة. هنا بقى كنت خلاص خلاصت الكمية. ما شاء الله بيطلع كمية حلوة جدا يعني بولت العجان دي ما شاء الله كبيرة. اسمت الكمية على تلات اجزاء. اول جزء اللي معايا ده. اهو هحط فيه المانجا. الصوس المانجا طلعته من الفريزر اهو كنت حطاه. هحط منه تلاتة ارباع وهي كل دي مانجاية على فكرة والله. حسيب الشوية الاخرانيين في المانجا دول عشان هقولكو حمل بيوم ايدي الوقت. وحضرب بقى. يعني هاخلط الايس كريم مع المانجا وخلاص. القوام بتاعها هيخف شوية قوام الايس كريم. انا كان ممكن وانا بضربه الواحده في الاول ازود الميا. هيتضعف حجمه ويخف قوامه وحيضل طعمه حلو. بس انا محبيتش اخفف قوامه الاول غير لما اضيف الفواكه. الفواكه هتقلل القوام بتاعها شوية. فحتحل محل الميا. فهمتو ازاي? اللونه حلو قوي على فكرة الكاميرا يمكن عشان فيه اضاءة بتاعت العجان بتفتح معايا الاضاءة قوي. فاللونه حلو. لون المانجا باين. ولو عندك لون صناعي ممكن تضيف نقطة كده بحيث ان هو ايه? يزود معاك اللون. بس بما اننا عاملينه في البيت فمش عايزين نحط حاجة صناعية. بس دي كده المانجا يدوب بس ححطها في اطباق آآ في بقولة كبيرة ولا حاجة? وحتشوفوا دلوقتي الكمية اللي انا حاب اعملها في كبيات كده تطلع شبه اللي احنا بنشتريه من بره. الكبيات اهي بتاعت القهوة. بتقدر يتعمل في كبيات كبيرة شوية. هحط الاول شوية من الصوص اهو. مش قلتلكم هفوت شوية في الاخر عشان نحطهم كقعدة. في الليستيك من تحت. هتبقى شكلها حلوة قوي بصراحة. وطعمها كمان وكل حاجة. الاطفال بتحب الحاجات اللي فيها اشكال والوان والحاجات دي. اهو. انا بخبط على الكبيات عشان الصوص ينزل تحت. خلاص كده حطيت قعدة حلوة من المانجا الفريش الوحدة خالص اهو. هنزل بقى بالخليط بتاع الايس كريم. بصوا كوامه حلو ازاي. تقدر يتستخدم الكبات قلتلكم اكبر من دي. انا اشتريت الاول واحدة اكبر ورجعتها عند الكشير لان ما لقيتها كبيرة قوي. يعني هتيجي تاكلي الايس كريم هتلاقيها كبيرة جدا مش تعافي تكمليها. فالكميات الصغيرة دي احسن وبنسبة للاطفال اكتر. يا ريتني بصراحة جبت كمية اكبر من كده من الكبايات. كت عملت معي كبايات كتيرة جدا. بس يعني انا قلت اجرب في عشرة والباقي نغرفه كبول ايس كريم يعني. اهو معنا عملت تلات كبايات بالشكل ده. طب هنطلعهم ازاي يبصوا بقى انا جبت ايه? بصوا الافكار. كنت بدور في الصيدلية على خافض اللسان. عارفين خافض اللسان بتاع الدكتور اللي بينزل بيه لسان الاطفال ده عشان يشوف الزور وكده. ده اللي انا بستخدمه في الايس كريم. ما لقيتهوش. جبت بقى ايه? الشوك اللي هي البلاستيك بتاعة عيد الميلاد والحاجات دي. جبت اعمل محل بتاع بلاستيكات واكياس وكده. اداني نص كيس بخمسة جنيه. اهو بصة سبتوه كده بالشكل ده. ويتجمد في الفريزر. حيطلع معاكم بقى ايس كريم. يعني مش محتاجة بقى ايه? اثبت لكم ان هو شبه اللي حقيقي والله. بقيت الكمية طبعا تقدروا تحطوها في كبيات بقى زي ما انتم عايزين بس ايه? زي ما قلت لكم الكبايات كانت عندي قليلة. حطيت الباقي كله في بولات. حطيت بقى المنجا هنا في العلبة دي. شايفين ده دليل على ان انا بشتري الايس كريم بكميات كبيرة. علبة الايس كريم دي كانت حلوة بصراعة بس ايه? محبتش اشتري بقى. قلت نعمل في البيت وخلاص. هي المنجا. هدخلها برضو تجمد. رونها حلوة قوي على فكرة. الفراولة بقى. هحط برضو كمية حلوة. هنا بصوا كانت طالعة من الفريزر ماسكة ازاي? ده حلو. كل اما الحاجة تبقى ساقعة معاكي كل اما الايس كريم يطلع قوامه حلوة قوي. حطيت اهو شوية وسبت شوية للقاعدة زي ما قلتلكم بتاعة الكوبات. وهحط نص الكريمة اللي معايا دي لان هي كميتها اكبر شوية من اللي فاتت. عشان تالت طعم هنعمله طعم التالت مختلف. ونفس الكلام هاضربها في العجان لحد ما تختلط. كويس قوي. فانت كده الايس كريم بتاعك متحلي. الفاكهة بتاعتك متحلية لان احنا ضربناها بسكر. فهيطلع كله تحليته مزبوطة. لو عايز تقليلي السكريات طبعا براحتك. ممكن تضربي الفاكهة من غير سكر خالص. ممكن تحط لها عسل. عشان الاطفال وكده وتبقى صحية اكتر او لو في حد كبير في السن او او ايا كان يعني الغرض قللي السكر برضو براحتك. هنا الفراولة كانت اضربت واحلى حاجة بقى ان الفاكهة الطبيعية بتبان لونها وقوامها في في الايس كريم. بيبان فعلا ان في فاكهة. حطيت بقى هنا في القاعدة بتاعت الكبايات. فاكهة. بصوا شكلها حلوة قوي ولون الفراولة جميل قوي. وهحط بقى الايس كريم بالمعلقة كده لحد ما خلص كمية. وبنفس الشوكة خلي بالكو الشوكة اللي انا بحطها او السكينة. البلاستيك مش آآ مش حامية. يعني ما تخافوش ان الولاد ده يعوروا نفسهم هما بيأكلوا الايس كريم والكلام ده لا لا والله خالص. ممكن يا تستخدموا خفض اللسين زي ما قلتلكم. انا بجيبوكو دايما نفسها الفتاة عملته لكو بخفض اللسين. آآ يا اما تجيبوه بقى معالق بلاستيك شوك بلاستيك. اي حاجة انت عايزت تستخدميها من الحاجات دي تبقى بديلة العصيان اللي ستيك هتبقى حلوة قوي معاك. انا لازم اخبط عليه بالشكل ده. عشان آآ ما يبقاش في فقعات في الكوباية. اهو. حطي الشوكة في النص او السكينة. وبتثبت على فكرة ما بيتملش خالص. وبتجمد بالشكل ده. آآ بصراحة هي اخدت معايا وقت في الفريزر. بتاخد ليلة كاملة. يعني انا كنت خلصت الحاجات دي على امتى على العصر. فدخلتها جيت على بالليل. فتحت عليها الكبيات مسكت نفسها. بس لأ محتاجة تجمد اكتر عشان ما تسحش مني وانا بصور. فسبتها الليلة كاملة مع بعضها. اخر كمية بقى في الفانيليا اللي انا سايبها دي فتاعة الايس كريم ممكن تسيبوه زي ما هي فانيليا. ممكن تحط عليها معلقة نسكافية متدوبة في شوية ما يسخنين. هيبقى طعم النسكافية. انا هنا حبيت اعملها بتعم الشوكولاتة. بدل ما حطي كاكاو خام على الايس كريم هيمرره وحيقلل كمية السكر. فاستخدمت مكعب واحد من الشوكولاتة الخام. عليه معلقة كاكاو خام بودرة. الكاكاو الخام هنا بيغمى لون الشوكولاتة اكتر. عشان الايس كريم يطلع لونه واضح ان هو ده شوكولاتة فعلا. فقلبت الشوكولاتة مع الكاكاو الخامس هيحتوه في وحطيت عليهم لبن. مع لقتين لبن كده حاجة بسيطة قوي. يدوب يتحول لصوص شوكولاتة. لو عندك صوص شوكولاتة جاهز اصلا استخدميه برضو وحيبقى حلو. بس زي ما انتم شايفين بتعمل في البيت عادي جدا. بس وضفته كده على الايس كريم لاحظوا بس ان الشوكولاتة ما تبقاش سخنة قوي عشان ما تبوصش معكم القوان بتاع الايس كريم نفسه. حفضل بقى اقلب لحد ما لونه يتعدل معي بصراحة كان احلى طعم الشوكولاتة اللي بعملها انا في البيت كده. احلى ما تحطي كاكاو احلى ما تحطي الكاكاو ده صعب قوي بصراحة لما بتحطي على الايس كريم نفسه. ما بيديش نتيجة حلوة. الشوكولاتة احلى حاجة. بس شايفين لونها ما شاء الله اضغماء اكتر. عشان الشوكولاتة والكاكاو مع بعض. اخر اربع كبيات حطيتهم اهو ملتهم. وكمية الفضلت معي حطيتها في بولة. هتدخل برضو الفريزر. وحطيت السكاكين اهي زي ما انتم شايفين. زي ما عملنا في الفراولة والمانجة. هنا تاني يوم الصبح بقى اللي هو النهاردة اليوم اللي حنزلكم من الفيديو. انا مرضيتش نزلكم الفيديو مبارح عشان الايس كريم ما كانش خلص معي والله. فكان فاضل بس على ان هو يجمت كويس. فعشان يطلع معاكم بشكل حلو. فعلا يعني تستفدوا منه. كان لازم اطلعه لكم بشكل مزبوط. فاستنيت لحد ما النهاردة الصبح اللي لقيته ما شاء الله جمده. كميته حلوة جدا جدا. ما شاء الله بيطلع كمية حلوة قوي. المعلقة اللي معي دي معلقة الايس كريم بتتبع عند اي بتاع متسلزمات اه ادوات منزلية والحاجات دي. تبدا يتغريفي بها. يعني عايز اقول لكم القوام الايس كريم ما شاء الله مرمل. وده اللي بيخليه فعلا شبه الجاهز. اهي بصوا بتطلع معاكم بولة ازاي? هنزلها بالمعلقة بس عشان بتنزل بنفس الشكل. بس هعمل بقى نفس الموضوع ده. لحد ما بلى الكاسات بتاعتي عايز ابقى تقدميه في كاسات. في كوباية بلاستيك. للاطفال يعني عايز اتحطيه في آآ تجمديه الاول في كوبايات كارتون زي ما عملنا كمية كلها هتبقى معاكي حلوة جدا. بس يعني انا بحب بشكل البولات برضو بحب اكل في بولة بصحبا ما بعرفش اكل في كوبايات بلاستيك. بصوا. الفراولة ما شاء الله مرملها ازاي? وبتطلع البولة بحلها. عايز اوريها لكم بس في شكلها في الطبق بيبقى حلوة قوي. اهو. بسهولة بقى تقدر يتعمل الكمية كلها. وانت يوقف. لو عندك بقى عزوما عندك اطفال جيالك الولادة اهي هتخلص امتحاناتها فحيبقى عندهم وقت فراغ كبير. لو عزموا حد من صحابهم ولا حد من اي حد يعني عنده اطفال جاية عندك. اعمل لهم الايس كريم في البيت ده هيامل معاك الكمية حلوة قوي. وزي ما شفته كده عشرين جنيه ربع كيلو بودرة الايس كريم. ممكن تجيبي منها على فكرة كزا طعم. وما تحطيش فكهة خالص بقى من البيت عندك لو انتي ما عندكش يعني منجا متجمدة من السنة اللي فاتت. استخدمي بقى خلاص القطعم الجهزة وخلاص. المنجا اهو بصوا بقى رهيبة. شايفينها? ما شاء الله جميلة جدا جدا الترميلة بتاعتها دي بخليها فعلا ايس كريم بجد. اهو. عملت بقى كده وحطت لهم بقى معالق برضو. اهو يعني يبقى ايه شبه الجاهز? حطيت كده شوية كريسبي على الفراولة. دول برضو كنت جايباهم من بتاع خماتي الحلوانية جبت شوية بخمسة جنيه. عبارة عن ده مش ملبس. هو بتقرمش. وحطيت كمان الكون ده اللي هو بتاع اللي احنا جبناه مبارح في المشتريات. وده صص الشوكولاتة. اكتر حاجة هتليق طبعا مع ايس كريم الشوكولاتة. حطي بقى شوية مكسرات اي حاجة. الباسكوت الفريزكة ده ممتاز بصراحة طعم وحلو قوي. بيليق سبحان الله مع الايس كريم جدا جدا. فحطيت واحدة اسمتها على اتنين وحطيتهم مع الايس كريم الشوكولاتة جدا. هنا بقى الكبايات اللي اتجمدت. بصوا بقى. هتطلعوها بمنتهى السهولة. هتفتحي بس حتة كده بالماص. وابده يقطعي الكباية. بصوا بقى شكلها راهبة بصراحة ما شاء الله جميلة جدا. عايزكم تجربوها بجد هتعجبكم قوي قوي. والكمية على فكرة حلوة. يعني ما تفتكروش الكباة دي صغيرة بقى وما تكفيش طفل لا والله كبيرة. اهي. تقدروا كمان تخلي الوصوص المانجا نص الكمية. والباقي ايس كريم. او زي ما انت عايزة بقى. العابي في الموضوع ده برحتك. انا ببقى فراولة كمان. انا ببقفهم في الكبايات عشان ما فيش حاجة اه لو حطيتهم نايمين هيسيحوا. فانا شايفهم وهم هواقفين كده احلى. بصوا بقى خلصت الكمية اهي. ما شاء الله جميلة جدا جدا. انا عملت بس ستة منهم واربعة من الشوكولاتة. الشوكولاتة كمان حوريكم فيها فكرة حلوة قوي. تقدروا تعملوها. اللي بالشوكولاتة طلعته بالليل بصراحة. وغطسته في شوكولاتة سايحة. شايفين بقى الجمال? بقى عامل زي الاستيك بالزبط. اهو. بصوا. يا دوب بس وهو متجمد بالطلعين من كوبية. تقطعيها زي ما عملنا. في الفراولة والمانجا. وتغطسيه في الشوكولاتة سايحة بس ما تكونش سخنة. يعني سايحة اه وعملت قلبي فيها عشان حراريتها تهدى شوية. ونزلي الايس كريم وهو متجمد فيها وطلعيها. الشوكولاتة اللي بتحطيها دي هتجمد وقتي كده على الايس كريم لان الايس كريم متجمد. ودخليها تاني بقى. ده اللي انا عملته مبارح بالصراحة. وصورته بس مش عارف المقطع ده راح فين. هو تقريبا صورته بموبايل مروان. واخده معاه المدرسة. بس اهو. بصوا بها الكمية اهي جميلة جدا جدا ما شاء الله. جربوها في البيت. مفيش اوفر ولا احلى من كده ولا انضف. عشان ساعات الايس كريم اصلا بيقلب معدة الولاد. مش عارفة بيبقى السبب ايه. الجاهز يعني اصدي مش اللي بعمول في البيت. بس جبت كمان المانجا والفراولة لاني بعد اما صورتهم معاكم وطلعتهم دخلتهم تاني الفريزر لان كل حاجة بتسيح بسرعة. فعلى مصور المقطع ده الاقي دول صحو او مدخلهم او طلع غيرهم وهكزا. لحد ما خلصت الكمية كلها اهي وحاولت اصورها لكم كلها مع بعض. وبصراحة كلهم حلوين جدا. اتمنى ان انتم فعلا تجربوهم وتقولوا رأيكم في التعليقات. ما تنسونيش من دعائكم الصالح. وتنسوش تعملوا لايك الفيديو سبسكرايب للقناة لو اول مرة تيوفوني. اشوفكم على خير وازن الله في فيديو جديد مع الف سلامة حبيب قلبي. اشتركوا في القناة